السلام عليكم حل تمرين سبعة صفحة 185 من ضرط المتاجهات والإزاحة للسنة الثانية إعدادي عندي A B C متلت D و E مماثلات نقط B و C على التوالي يعني D مماثلات B بالنسبة ل A و E مماثلات C بالنسبة ل A ثم طلبين مننا قارن المتاجهاتين ب E و السدي أولاً سنحاول نكمل هذا الشكل كيف نكسب لكم على طبيعة هذا الشكل؟ كيف أنه متوازي الأضلع إذا قد نبين أنه متوازي الأضلع لكن لدي أحد أربعية متوازي الأضلع إذا المتاجهاتين المتقابلتين كي يكونوا متساويين كيف نعدنا؟ معطاية لدينا D و E لدينا مماثلات النقط B و C على التوالي بالنسبة للنقطة A A إذن B D و C C قطري أربعي E B C D لهما نفس المنتصف A وبالتالي أربعي أربعي E B C D متوازي أضلع إذن حسب الخاصية E B أو B تساوي C C وبالتالي سألنا تمرين سبعة صفحة 185 من درس متجهة الإزاحة لدينا سؤال أو لا تفصار اخلينا في كومنتر كامل المشاهدة